خلي أقرالكم هذا الكتاب بالأول هذا إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية المحترم اسمع ميم تظلم هذا من هو؟ هذا وزير الداخلية وهذا من هو؟ هذا ابن عمه فواز هذا وزير الداخلية بتال الجغيفي وهذا فواز الجغيفي ولد عم اسمع هاي رح أجيب لك وحدة صغيرونة هتي إذا أنا تذاب خلي تشذبوني إذا أنا تذاب خلي تشذبوني هاي وحدة صغيرونة 150 مليون بس بس بطن هذا الكرش المعدل أوقف باوع تظلم نحن مجموعة من موظفي الشركة العامة للنسيج والجلود مصنع الجلدية المحالين إلى التقاعد في سنة 23 لم تصرف لنا خلي اسمع رئيس الوزراء لم تصرف لنا المكافآت النقدية البالغة 500 ألف دينار وذلك حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء والتي كانت من ضمن حزمة الإصلاحات في 2223 والتي طبقت في تاريخ 1-3-23 علما أن المكافآة النقدية صرفت للبعض وليس للكل حسب علاقاتهم مع مدير الحسابات ملاحظة هذه المكافآة تصرف عند انفكاك الموظف من دائرته وإحالته إلى التقاعد تمام؟ هذه المظلومية وصلتني إليه تمام؟ زين اشقد عدد المحالين إلى التقاعد في هذه الشركة النسيج والجلود 300 واحد مو هواية أضرب 300 في 500 ألف 150 مليون البطن من راحن؟ البطن هذا وهس هذا وين؟ دي فرفر بتركيا تمام؟ رجعت من تركيا لو بعدك فواز شوف 150 مليون راح أطلحن من كرشك هذني فلوس ناس الفقرة اللي تتونسون بهن بتركيا وبالدول إلا طلحن من خشونكم وما عوفكم خاف عبالك الوزير ساندك ابن عمك ما عوفك طبعا قبل أيام ومباشرة بعد أن عرضنا حلقة الحيتان فواز مفلح وعماد صحن وباقي الشلة مالتهم وصلت للبرنامج يا يوم بلاوي وصلت لي للبرنامج تخص هواية من الملفات وملفات بالمليارات لعد أنت عبالك الوزير اللي مصانع بريج ها؟ والشركات والمصانع ذي تشي تسمع حسك عبالك من اشترا الوزارة اشتراها ببلاش المهم وانتو تعرفون انا من احتي احتي بالدليل يعني من اجيت قلولي على ال300 محال على التقاعد ما ماخدين ال500 الف دينار لك باوع باوع يبوغون الفقير 500 الف دينار 350 مليون رح يسافر بيهم هو عماد صحن بتركيا فاقول لك وين انتو بتركيا اقول لك اش تش سوون بتركيا يمي المهم اسمع ومثل ما وعدت رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ودزيت دزيت الحلقة الفاتت هي وملفاتها الى رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون رح اقول لك اليوم ان سالفة اللجان التحقيقية يا فواز اللي تصير بالوزارة وشون تطمطم القضايا وهذا بحلقة يوم الخميس ها صدق بالمناسبة يا رئيس الوزراء سالفة المدراء العامين ما الوزارة الصناعة اشو ما شاء الله كل اسبوع واحد متلبس بالرشوة وواحد متلبس مستدعي النزاهة ليش ليش انا رح اقول لكم ليش يوم الخميس تعرفون الموضوع هذا انا ما رح اعوفه اذا ما افضحهم كلهم واني دايما اقولها اللي افضحه وما يتحاسب يكفي انه انا خليت امة محمد كلها تعرف انه هذا حرامي وهذا يستر عليه وصحن المستفيد تمام وهذا الجرس ما يدق بلاش ورح اشوف الوزير خالد بتال واخوه ماهر وابن اخته ايمن انا من احتي ما احتي هيك ها قبل ما انسى حبيبي فواز الحمد الله ع السلامة رجعت من تركيا زين اي اي انت وعماد هاي شبيك يا معوض حماد صحن وياك بعدكم ما رجعتوا ها وراها رح تسافرون المصر مو عبالك ما عندي مو قلت لك انا قبل شوية انا اصلا اعرف انت تركيا وين وش دا تسوون ها وازيدك من الشعر بيت رح تروح الالمانيا ما شاء الله صاير سندباد بفواز يومية بدولة المهم وعايف لي شركة للنسيج والجلود تايها لا صداد ولا غداد ومقضيها تفرفر هو وعماد الصحن او عماد صحن بدول وحرام هذا انعال جلد ما يعرف يصنع كفي لك الله بس انا رح علمك النعال شون ينصنع يا ابو الجلود طبعا نسيج صحيح وقف وقف عماد انت ليش تقصوغ بالمناظر ها والشي ثاني المناظر ما حلوة والله ما حلوة انطلع خشمك كبير وانت وسيم يعني انت هاي اقدم لكم فواز وين هاي بتركيا اقدم لكم فواز ومقضيها سفر وحرام كفي لك الله شركة جلود موظفيها لا استحقاقات لا رواتب لا مدرش انو المتقاعدين ما ماخدين فلوسهم ولاخه هنا اللي ما صانع عال جلد يومية بدولة هو وعماد صحيح نقضيها بس مو بس صور رح ادزلكم او رح اشوفكم مو بس صور لهم لا رح اشوفكم مو هاي سوالف بصمات صوت الخميس ليش مستعجلين الخميس قالي اليوم يعني مجغول لان حتى رح اختم قبل موعد البرنامج بس الخميس اوعدكم رح اشققهم